السيس يعني الصورة طبعا في يوئيل الصحاح الأول في كارثة في مصيبة في يعني جراد عم بياكل إخضر واليابس بيتكلم أنه بكون إخضر بعدين بيتحول وراء كل شيء كأنه حريق يابس إلى آخره وعم نشوف كل هاي الصور اللي أنت بتتكلم عنها فالسؤال أين دور الله وين الله من كل هالموضوع هذا طبعا وأشكرك يعني ده سؤال صحيح وموضعه جدا طيب يعني أنا شايف كل حاجة حوالي بتبوز تخرب والجراد أي أن كان حاليا بياكل كل أين كان تطبيقه دلوقتي بياكل كل حاجة أين الله وده سؤال يعني جيد أنه يطرح ومش غلط أنه يطرح نطرحه أقول أفكار بسيطة يعني طبعا ده موضوع ممكن نتكلم فيه كتير قوي لكن أقول أفكار بسيطة وهذا ما يعطيني الرجاء يا أسيس أنه لما أقول أنه في وسط هذا الخراب الله يرى ويعلم بكل ما يحدث هقول تاني الله يرى ويعلم بكل ما يحدث ودي فكرة مهمة أوي وأنا على المستوى الشخصي دي من أكتر الحاجات اللي تديني رجاء وترفع راسي في وقت الخراب إن الله ليس مفصولا عن ألام البشرين بص هنا في فكرة مهمة أوي موجودة هنا وسط السطور في أول الأصحاح في يوئيل واحد يقول كده قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فثوئيل مين اللي بيحكي بقى عن اللي حصل يعني إحنا اللي بيحكي المأساة دي اللي بيحكي عن الخراب اللي حصل يا ترى يوئيل بيشتكي للرب وبيقول له يا رب ده حصل كذا وكذا وكذا عشان يدي علم للرب عن اللي بيحصل لا ده مش يوئيل اللي بيقول اللي بيحكي القصة هنا مين الله نفسه ودي حاجة مهمة أوي إن الله يعلم بالموضوع عيناء الله كانت تراقبان القمص وبعده الزحاف وبعده الغواء وبعده الطيار وعينه شايفة كل تفصيلة وعيناء الله كانت تراقب انقطاع العصير من فم الأغنياء وانقطاع القمح من فم الفقراء وانقطاع السكيب والتقدمة في بيت الرب طيب يعني السؤال شرع ومنطقي طيب إذا الله براقب طيب يعني ما تعمل طبعا ده سؤال صحيح حقك تسأله بس وهجاوبه طبعا لكن بس قبل ما أقول ده وقبل ما نوصل لديه برضو يهمني إنه نبقى كمؤمنين كشعب الرب أو أي حد بيسمعنا خليك عارف الفكرة دي إن الله لا يتطلع من بعيد على الألم أو ليس مفصولا عن الألم في سفر صفانيا صح واحد يقول كده إنه سيفتش بمصباح عن الذين يقولون وبص التعبير ده الله لا يحسن ولا يسيء وكأن القصة دي أهانة الله جدا فبيقول هفتش عنهم بالمصباح اللي بيقولوا إن الله لا يحسن ولا يسيء عارف يعني إلا الله يحسن لا بفيد ولا بالضبط فالمعنى الفكرة دي إبليس عايز يزرحها دلوقت في الزمن الكئابة والحزن الله مفصول الله بعيد على فكرة ده لو سمح للإنسان أنه يفكر أنه فيه إله أساسا فيا إما يلعب في فكرة أنه لا طالما الفوضى دي موجود أو الشر موجود يبهو مش موجود أو لو هو بقى يعني مش قادر يمشي يمرر الفكرة دي لزهن الإنسان يمرر له فكرة تانية هو لا يحسن ولا يسيء أو في أيوب يعني كما قالوا الله أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر يعني أخذوها فيس تو فيس بتحدي آه بتحدي خلاص نحن مش عاوزينك فعشان كده برجع وأقول فكرة أنه أين الله؟ الله يفهم ويدرك ويتعاطف مع ألمنا الله جيل يؤيل ويقوله يا يؤيل القصة كذا كذا وأنا شايفها بتفاصيلها وأنا عارف كل اللي فيها أنا مش محتاج أنه حد حتى يعني يحنن قلبي عارف أوقاته وأنا بصلي أسيس نزار أقول له رب حن علينا بس دايما وأنا بقولها كتير يعني في حساس الانكسار أمام الله أقول له رب حن علينا بس على طول قلبي يعني يضربني كده وأكمل وأقول له الحقيقة أنا مش محتاجة حنن قلبك علينا أنت متحنن الرب حنن الرب حنن ورأي فعشان كده كسؤال الأولاني هاجل التاني دلوقتي يا فكرة أنه أين الله؟ الله متحد بألم خلقته الله حاسس بينا الله شايف كل وجع وألم بنمر بيه وحاسس بيه تسمح لي أقول حاجة تاني قبل الفكرة أنه كأنه الله صامت يعني هاي أنه الله عارف بس صامت تمام هاجل حكاية تدي بس عايز أقول قبل ماجل دي بص الإنسان في أو الفكرة اللي بيحاول يمررها إبليس للإنسان يا إما يعني لو ابتدى من بعيد أو يقول إيه الله مش موجود لو قرب شوية يقول بعيد عارف لما 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 الإنسان يشعر أنه أنه حتى موجود بس هو مش قريب مقدرش يسمع يجي قرب شوية يقول هو نفسه يعمل حاجة بس مش قادر بتعمل حاجة اه فهو بعيد أو هو سوري هو مش موجود أو بعيد أو مش قادر يعمل حاجة أو غير مبالي مش قادر يعمل حاجة فكر أرمية يقول له لماذا تكون كجبار قد تحير وكأنك أنت بس في حاجة مأيداك أنت مش قادر تعمل حاجة أو أنه غير مبالي هو مش مهتم بالموضوع رجأنا المسيحي بيقول إيه بيقول وده اللي هكمل عليه للسؤال الثاني اللي حضرتك قلته طمال بيعمل إيه الله بالنسبة للمسيحي اللي عنده رجاء الله موجود قريب قادر مبالي بس فيك كلمة أنا بحبها وبقولها كتير قوي ومزمع أن يصنع ما شئته مزمع أن يصنع ما شئته وده اللي حاصل هنا وده اللي هنكمل فيه قد يرى في حكمته أن ينتظر لكن هو مزمع أن يفعل ما شئته وده حاجة عايزة أقولها لكل إخواتي المتألمين اللي شعرين كده أنه مش عارفين يلحقوا على الأخبار المزعجة وعلى الضغوط اللي بتواجههم يمكن دلوقتي يبدو محتجب أو صامت بس هو مزمع أن يصنع شيئا لو قربت من التلاميذ الساعة خمسة الصبح حضرتك عارف وبتعلمنا عن حياة الرب يسوع الهزيع الرابع ده اللي هو من 3 إلى 6 هو ظهر لهم في الهزيع الرابع في الآخر كده اقتربت من مارثة ومريم في اليوم الرابع وقلت لهم يسوع مزمع أن يفعل شيئا ويقيم العازر هي وبالكلام ده صعب عليهم لكن الحقيقة أنه موجود وقادر وقاريب ويهتم ومزمع أن يصنع ما شئته موسيقى